بشكل أو بآخر أم هناك ربما ملفات أخرى أو مواضيع أخرى ساعة عميد بتنافس هذه الملفات؟ لا يعني أنا بشوف أن ما فيش حاجة تنافس مسألة تدعيم البنية التحتية لأن البنية التحتية هي المعنية باستقبال كافة المشروعات المستقبلية إن شاء الله بنية التحتية السودانية تضررت في الفترة الماضية بشكل كبير جدا البعض منها بعوامل الطبيعة وبمجموعة من الظروف الاستثنائية فضلا عن مسألة الانتقال إلى تحديث هذه البنية كي تكون جديرة باستقبال استثمارات قادمة مستقبلية ده أمر أنا ظن أنه هو هيتم العمل المشترك عليه بصورة عجلة والنهاردة كان السادة الوزراء السودانيين بيبحثوا هذه النقطة على وجه التحديد الاستثمار في البنية التحتية استثمار في مشروعات غزائية بشكل كبير جدا تبادل تجاري على مستوى عالي كي تكون التجارة المصرية السودانية تنتقل إلى أرقام وإلى أفاق أكبر وفرصة الدولتين للعمل معا في هذه النقطة فرص كتيرة وفرص وعيدة القطاع الخاص لكلتا الدولتين هيستفيد بشكل كبير جدا من الأول تدعيم البنية التحتية كما أشارنا ثم الانطلاق وفتح المجالات المتعددة والمتنوعة اللي من الممكن أن مصر تحقق شراكة ونجاح مع الشقيقة السودان في هذا المجال تمام يا فندم طيب السيدة العميد فيما يتعلق بالإصلاح الاقتصادي والتجربة المصرية المتعلقة بالإصلاح الاقتصادي يمكن نقل التجربة المصرية المتعلقة بالإصلاح الاقتصادي للسودان تدريب كوادر سودانية وغيره إلى أي مدى من الممكن أنه يسري مستقبل التكامل بين الدولتين يعني إثراء التكامل ما بين الدولتين أعتقد أنه هو أصبح هدف استراتيجي لكل من مصر والسودان وهو تعبير دقيق وتعبير يدل على خطة العمل المستقبلية المشتركة اللي وضعتها القيادة السياسية لكلتا الدولتين الرئيس عن فتاح السيسي في الخرطوم ذكر مثل هذه المبادئ وتحدث أن هذا أحد مستهدفات الرئيسية للدولة المصرية وأن مصر لن تبخل في هذا الإطار وفي هذا المجال من مساعدة السودان الشقيقة في إعادة الحيوية والاستقرار لمؤسسات الدولة اللي فعلا تحتاج إلى دعم كي تكون قطرة خاصة مع هذه المرحلة الانتقالية التي تعيشها السودان بالضبط يعني إحنا بنتكلم على مرحلة انتقالية مرحلة دي هيتم التأسيس فيها كما أشرنا في البنية التحتية لكن البنية المؤسسية اللي هي ليه علاقة بالكوادر وليه علاقة ببناء المؤسسات وليها علاقة بعمل مشترك لتوحيد صيغ التعاون ولخلق واقع يمتد معنا لسنوات والعقود إن شاء الله وإحنا كشعوب نأمل ذلك ونتمنيه وبننظر بإيجابية الحقيقة لمثل هذه الأداءات السياسية لكلت الدولتين في المرحلة الراهنة نشعر إنهم بيضعوا سطار حاضن لكل المستهدفات اللي بنتكلم عنها لتحقيق تنمية حقيقية لخلق واقع جديد لكلت الدولتين يكون لصالح شعوبهم يساهم أيضا وده جزء مهم جدا ذكره يساهم في استقرار الإقليم وهنا يأتي التعاون العسكري والتعاون الأمني اللي عبرت عنه اللجنة المشتركة واللي عقدت سبع اجتماعات خلال الفترة الماضية كان حينهم الأسبوع الماضي أيضا وترقص هذا الاجتماع رئيس أركان القوات المسلحة المصرية وهنا إحنا أصاد شغل أمني وشغل عسكري مشترك وده مهم جدا في الإقليم في اللحظة الراهنة لمجابهة كل المهددات والتحديات اللي من الممكن تعطل المشروعات الطموحة للتنمية دي لابد أن يكون هناك درع صلب من القوات المسلحة تحمي هذه الخطط المتعددة والمتنوعة ده خلينا ننتقل لسؤالي الأخير لحضرتك في هذا الشأن أو الشأن المصري السوداني متعلق بجملة لا يمكن أن نغفلها ونحن نتحدث عن العلاقات المصرية السودانية دائما ما تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن أن أمن السودان جزء لا يتجزأ من أمن مصر كم رسائل في هذه الجملة سيد العميد كيف قرأتها؟ يعني أنا بشوف الجملة دي الحقيقة معبر حقيقي ومعبر مباشر عن دوائر الأمن القومي المصري بوضوح وبصراحة وبشفافية كاملة فعليا استقرار السودان وأمنه هو أحد أركان وأضلاع الأمن القومي المصري ما فيه الشكف ده وبالمناسبة الأمر تبادليا أمنه استقرار مصر هو في صالح السودان ما فيه الشكف ده أيضا لذلك هذا القدر من العمل المشترك أصاد إقليم بيتعرض لتهديدات كبيرة ربما الإرهاب أحد هذه المهددات ربما أمن الحدود يحتاج إلى عمل مشترك لكلتا دولتين هنا نرجع بقى للشراكات العسكرية والأمنية اللي هي بتستهدف في المرحلة الحالية رفع الكفاءات رفع القدرات تدريبات على أحدث أنواع الأسلحة التعاطي والتعامل والتفاعل مع مستجدات العلم العسكري الحديث من مهام من أشكال وأنماط عسكرية جديدة مستحدثة الدولتين يهمهم جدا أن الكوادر اللي موجودة في القوات المسلحة لكلتا الدولتين يكونوا على إلمام كامل ومهارة كافية كي يجابه أي شكل من أشكال التحدي أو التهديد اللي من الممكن يهددهم وده الحقيقة اللي بتشتغل عليه القيادات العسكرية في كلتا الدولتين بدأب وبشكل مكثف ونتائجها تتحقق في قريب العاجل كمعادلة من معادلات استقرار الإقليم طيب